بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا متعودين ان في حلقات بنقعد فيها مع جليس بنصير بسنة رسول الله وعلى الله عليه وسلم ونشوف الجليس ده هو جليس حسن ولا جليس سوء تعالوا نشوف جليس كده بنحس لما هو يبقى موجود بالتوهان في حياتنا او الله يزيبون لكم كده بالتوهان وبنحس انه هو لما بنجلسه في اوقات كده كأن انا ايه اللي جابني هنا انا ده مش مكاني انا موجود ليه هنا وما موجود وسط الناس وبتحرك بس الوقت كأنه واقف وانا بسأل طول الوقت هو انا مكاني ايه بعمل ايه وساعات بحس بان انا متقطع في مليون حتة هنا وهنا وهنا وحس ان انا مش قادر المي نفسي وحس ان انا مشتت ضايع لما بيكون معانا بنحس بالصعوبة في التركيز ومنحس بالاجهاد والتعب حتى في الاشياء البسيطة انا لو عايزش ارفع الكوبة دي احس بالاجهاد عارفين ده اسمه ايه بقى؟ التشتت هذا جليس انا بحس ان هو جليس كده عامل زي الاشياء الخفية عامل كده زي عدم السيارات في الحياة يخليك مش قادر تمشي بيعمل مشكلات في صدرك وانت مش قادر تمسكه هل في اسباب بقى للتشتت؟ اه في اسباب كتيرة بتخلينا نحس بالتشتت منها مثلا هذكر لك اهم الاسباب وهذكر بعض الاسباب الخاصة ببعض الناس منها مثلا ان انا ابقى ماشي في الحياة وما يكونش برجع معرفتي بذاتي لا برجع انا ايه قيمي؟ ايه منظومة قيمي؟ ايه ترتيب قيمي؟ ولا برجع مهراتي ولا برجع اهدافي وغاياتي بس انا نفسي اعيش عشان الحياة تمشي ودايما بقارن نفسي طول الوقت بغيري ويكون رضايا عن نفسي مربوط باني اكون زي غيري ايوان عارف ان بعضنا الكلام جي فيه اوان ما هو صحيح والله او انه يكون عندي اللي عند غيري بس انا مش قادر اعمل او بعمل حاجات انا مش حاسس بيها ومش حاسس بجمالها واحد تاني بقى ان احس اني مش قادر اتعامل مع الضغوط وانه الضغوط دي اكبر مني وما بقاش قادر اني احاول افكر عشان ارتب اموري واحدد اولوياتي يبقى ده حاجة بتبقى اثر ده في العقل حاجة التالتة بقى ندخل بقى في عمق العقل ان احس ان دماغي مشغولة بالتفكير طول الوقت وعندي تفكير زائد 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 اللي بيسموه ايه الوفرثينجنج ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان الواحد ما يمشيش ولو يسواس فالانسان ممكن يوسوس نفسه واللي من اشكال الوسواس ده وتقوله الوفرثينجنج الانشغال والقلق من المستقبل والخوف على الرزق او اني اعيش في الماضي بذكرياتي طول الوقت حاجة رابعة على ما رابعة تقولي ان فيه سبب بيوصلني الى التشتت اني طول الوقت بركز اهتماماتي وتفكيري على المشكلات على البلاية على السواد او على المخاوف ومش متعود على اني اشوف جميل تدبير الله سبحانه وتعالى لي ولا النعم اللي محوطاني في كل نفس على سبب رابع سبب خامس يخليني احس ان انا مشتت ان انا ابذر شوف الكلمة ابذر ان انا ابذر في البحث عن اخبار ما لهاش علاقة بحياتي مش بتملى فراغ قلبي لكن بتملى حياتي بالفراغ او الله شوف العبارة مش بتملى فراغ قلبي لكن بتملى حياتي بالفراغ احس ان ايه بتفرغ حياتي وتملى حياتي بالقلق والحزن كمان سبب من اسباب التشتت التبذير في استهلاك نفسي ووقتي باني ما اقولش لأ الحد او اي حد يكلمني في اي حاجة افضل اسمعه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بابيه وامي علمنا حاجة مهمة ان ليس للمرء ان يذل نفسه قالوا كيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال ان يحمل نفسه ما لا يطيق اقول ان انت تفضل تسمع الناس في كل اللي بيقولوه ما تقولهمش لا ده فوق طاقة الانسان التبذير كمان من السبب السابع التبذير في استهلاك ووقتي بانشطة غير ضرورية او مش بتفيدني في حياتي زي اني اقعد بالساعات على السوشيال ميديا وفي دراسات اتكلمت على حاجة اسمها التشتت الرقم وبتبين تأثير ادمان الانترنت والسوشيال ميديا والاستخدام غير الرشيد ديها على تشتت الانسان وتأثيره على ضعف قدرة وكفاءة الدماغ في التركيز على القضايا المهم وبالتالي يبقى قلت قدرتنا في اداء مهمنا وبيضيع مننا الابداع وبضيع مننا الجودة فيه كمان اشخاص بيبقى عندهم نوع من انواع التشتت دولة اللي انا ذكرتهم في اول الحلقة اصحاب القدرات المتعددة المواهب اللي هي ساعات بيسموها المواهب الخاصة ايه بيحصل لهم اوقات كتيرة بيحسوا بالتشتت ليه بقى لما بيكونوا مش قادرين يديروا مواهبهم وقدرتهم زي ايه ومش قادرين يستثمروها برشادة فيحسوا ان السعادة بتفلت منهم لانهم مهتمين بداه وداه 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 في نفس الوقت هم حسين ان يقدروا يعملوا كل ده فيحسوا ان ايه انهم مش قادرين يصعوا ويصولوا للسعادة عايزين نعمل ايه نسمع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة اقول لكم ثلاث كلمات جامعة كده من حضرة النبي تخلينا نخرج التشتت من قلوبنا وخاصة لاصحاب الايه لاصحاب القدرات والمهارات الخاصة والتفكير كتير ايه هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يكلمنا دائما على حياتنا يكلمنا في كل حاجة فأوغلوا برفق اربعوا على انفسكم واحدة 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 يعني ايه حاول دايما طول الوقت تقسم وترتب وتخطط لحياتك بلاش هذا هذه العشوائية فأول حاجة واحدة واحدة اوغلوا فيه برفق اربعوا على انفسكم دي اول حاجة حاجة التانية حديث اللي احنا ذكرناه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه تسيب ما لا يعنيك حاجة التالتة اللي انت لازم تعرفها ان ايه واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك يبقى ايزا التلتة الحديث دي تخلي بالك يهدى ويخليك ما تجريش باخر نفسك وعشان كده هقولك تلتة اجراءات ممكن تعملها اقولك شوية اجراءات ممكن تعملها عشان توصل الى ايه الى تحقيق حديث رسول الله صلى ان انت تترفق بنفسك مش احنا عندنا حديث رسول الله صلى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء واول حديث ارحموا من في الارض ارحم نفسك وزيك اول اجراء لازم نعمله اول حاجة لازم نفكر في ترتيب اولوياتنا يبقى الاجراء الاول ايه هو ان احنا محتاجين نحدد اولوياتنا ونرتبها ايه اللي حاصل عندي خمسين حاجة اكيد مش هقدر اعمل خمسين حاجة دلوقتي انا وجيلكم دلوقتي وبكلمكم انا رتبت اولوياتي من عندي اعمال كتيرة جدا جدا ومن انا قادر اكلمكم وانا بركز ليه عشان رتبت اولوياتي وقلت دلوقتي اول اولوية عندي ان انا خلص الحلقة وبعد كده هروح اعمل بقيت اعمالي وانت هترتب اولوياتك ازاي هترتب اولوياتك بتلت محاور المحور الاولاني محور الاهمية المحور التاني محور الوقت المحور التالت محور مهم جدا وهو محور ان انت ايه اللي هيسعدك يبا دي اول حاجة تاني حاجة نستمر في اللي اقامنا الله فيه الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها سعادتنا جعل فيها مهارتنا ونجحنا وجعل فيها كمان فتحنا وجعل فيها كمان تيسرنا على الناس الحاجة اللي ربنا بقى اقامنا فيها نجعل فيها نحط فيها التمانين في المية تمانين في المية من وقتنا ومن حياتنا وما ينفعش نقلب فنخلي التمانين في المية في ايه في التسلية او في البحث عن الاخبار او الاسرار ونخلي العشرين في المية في ما اقامنا الله فيه ده اسمه الانتكاس الحياتي يبقى انا كده منتكس حياتين لا عايز انا بقى منتزن حياتين يبقى التمانين في المية في ما اقامنا الله فيه والعشرين في المية يبقى انا لازم اعرف ما اقامنا الله فيه وانا قلت شوية معايير عن ما اقامنا الله فيه يبقى لازم أحط التمانين في المية والعشرين في المية بقى في باقي الأشياء الحاجة التالتة والمهمة إن أنا أخلي عندي معايير واضحة تساعدني في تحديد أهدافي إزاي؟ لازم أنا وماشي في الحياة يبقى عندي معايير في تحديد إن ده ينفع هدف ليه في الحياة ولا لا وأول حاجة أنا بحط خمس معايير المعايير الأولاني هو إيه؟ خمسة أنا بسميهم الخمسة جيم لإن كل المعايير دي بتبتدي بحرف الإيه؟ بحرف الجيم أول حاجة لازم لما أجي أعمل حاجة وأختارها هدف ليه لازم تبقى لها جدوى يبقى لها نفع ما تبقاش عبثية تاني حاجة لإن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دايما إن الإنسان يبحث عن الخير وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعه يبقى لازم يبقى في جدوى تاني حاجة الحاجة اللي بعملها لازم يبقى أنا عندي جدارة أقدر أعملها أقدر أعملها كمان بإتقان أقدر أعملها بكفاءة وفاعلية يبقى تاني حاجة عايزة أعمل هدف ليه يبقى لازم تكون الحاجة عندي جدارة أنا وبعملها تانية حاجة إن أنا أعملها بجدية بجدية يعني ما فيش تسويف ما فيش تأخير كل أمشي على زي ما بيقولوا خطة العمل لازم أعملها بجدية يبقى جدوى جدارة جدية ولازم العمل بعد ما أعمله لازم أطبق عليه معايير الجودة لازم يبقى فيه جودة مش أي حاجة أعملها وخلاص وأي نتيجة تطلع وخلاص لأنا لازم يكون عندي معايير للجودة وأهم حاجة بقى في الخمسة لازم الحاجة اللي أنا بعملها واللي حطتها هدف لي وغاية لي لازم تبقى جميلة بالإجراءات دي يمكن أن احنا بقدر الإمكان نتخلص من التشتت يبقى أول حاجة نحدد أولوياتنا تاني حاجة على طول بعد ما نحدد أولوياتنا نخلي التمانين في المية فيما أقامنا الله فيه الحاجة التالتة والمهمة إن أنا وبحدد أهدافي لازم كل أهداف تكون كلها لها معايير وإحنا اخترنا خمس معايير عشان تبقى أهدافي أهداف حقيقية تنفع في حياتي معايير الأولاني هو إن تكون الحاجة ليها جدوة تاني حاجة إن أنا أكون جدير فيها يعني إيه جدير فيها؟ قادر تكون عندي مهارة وقدر على إن أنا أعملها في أقل وقت وبأعلى جودة بعد كده لازم أكون جاد في اللي أنا بعمله تقراب حاجة إن الحاجة دي تكون لها جودة خامس حاجة إن هي تكون مليانة جمال كده أستطيع إن أنا أمتنع عن التشتت وأبقى مركز وأبقى دقيق وأبقى سعيد وأحس بلزة اللي أنا بعمله ساعتها يبقى أنا صادق في اللي أنا بعمله وساعتها ربنا يجمع علي أمري ويظهر علي جمال نظره وتدبيره لي لإني خلي بالكم إن لازم نعد وعاء اسم وعاء التخطيط والتحليل والنظر عشان ربنا يسبلنا في جمال التدبير خلونا دايما مع ربنا سبحانه وتعالى ونعمل كل المفوسعنا وإحنا مركزين على إن ربنا سبحانه وتعالى معنا بمدده في كل وقت وحين يا رب العالمين أكرمنا وجعلنا دايما مجموعين على نورك وبركتك وجعلنا دايما في رحمتك وفدك وفي رعايدك يا رب العالمين وحجبنا دايما عن التشتت وجعلنا من أصحاب السراط المستقيم